التقى وزير الدفاع الفريق روك المحسن الداعري في العاصمة عدن المستشار العسكري للمبعوث الأممي إلى اليمن أنتوني والوافد المرافق له وناقشاء اللقاء بحضور قائد قوات درع الوطن العميد بشير الصبيحي مزجدات الأوضاع الميدانية في ظل اعتداءات ميليشيا الحوثي الإرهابية في أكثر من جبهة وقالها وزير الدفاع عن القوات المسلحة وكافة التشكيلات العسكرية على مستوى عال من التنسيق والتعاون لمواجهة اعتداءات ميليشيا الحوثي الإرهابية وتنظيمات الارهابية المتحالفة معها مؤكدا أن نوصل عدد من السفن الإيرانية من مينا بندر عباس مباشرة إلى الحديدة دون أن تخضع للتفتيش يؤكد استمرار تدفق الأسلحة والخبراء الإيرانيين الذين يديرون معركة الميليشيات وعملياتها في البحر الأحمر ترجمة نانسي قنقر